تربيت في عائلة أرستقراطية ومثقفة وفي منطقة الأعظمية الوالد كان صارم جداً في تعليماته جداً ودخلت إلى مدرسة داخلية أيضاً صارم في التعليمات بداخلك كان شخص متمرد لأي مدى كسرت الحدود والتعليمات أكفت شيء لازم أحذر لإخواني الشباب العربي أنه الضجر أو الحاح اللي يولد الضجر في التربية يولد إلى عصيان فأكو تمرد صار عندي رغم حرص والدي على تربيتنا بالبيت إلا أن والدي كان يطبق العسكرية علينا بالبيت دون أن يفهم مساحة الحرية حسب العمر من أجل النضوج لأن العمر والنضوج هم من سلة واحد شلون كان يطبق العسكرية؟ يعني كان أكوت إعداء الصباح؟ يعني ماكو أمركم شورى بينكم رأي واحد القول الأول والأخير؟ أكلي كل شيء بالحياة أكو مضاد التربية لها مضاد تذكر حادثة معينة؟ نعم مثلاً أنا طلعت بالابتدائية أول بالصف بالسادس أشترى لي بايسيكل وبعدين يمنعني من ركوب البايسيكل إذن ليش أشتريت لي بايسيكل وتمنعني أركوب البايسيكل؟ ما تذكر ليش منعك؟ هو شيء من النزق إلا بعدين من كبرت عرفت أن التربية مو ملك أفراد التربية هو نظام مجتمعي إلا علاقة بالثقافة إلا علاقة بالحكم إلا علاقة بالسياسة إلا جذور متفرعة عميقة لتربية المجتمع الأم شنو دورها؟ نفس الشي كانت بالتربية؟ مو هذا نقطة الضعف في المجتمع العربي الأم؟ أن المرأة لا حول لها ولا قوة أذكر مرة حضرتك كان عندك زميل أو صديق حضر للبيت والوالدة نطاتك ملاحظة أنه عيب يقعد على الكرسي ورجلة شوية مفتوحة ما يصير هالشكل كانت التقاليد لها الدرجة صارمة بصرعامة بذيك الفترة؟ أي لأنه هذا من تعليمات والدي أنه الرجل من يجي إحنا نسميه في زيارة كخطار وزميلنا لازم يكون متربي متربي والمتربي لازم لا يفتح رجل يمني يقعد ترجمة نانسي قنقر